ايوه لازم نروح للحفلة لابسين زي بعض بالزبط ايوه هنعمل ماتشيج ماتشيج اللي انت كنت لقلها دي على الفكرة انا سمعت كل حاجة طبعا مش هتقول لحد لعشان احنا صحاب صح? لا لا لازم اعرر بابا وماما عشان يربوك قبل ما نجيبك من تحت الكبرى بتشعب سجارة مثلا يا ابني انت غابي وانا الا هيوديني تحت الكبرى عشان اشعب سجارة اصلا ما هو ام اقولك انت سمعت ايه? سمعت اللي انت بتتكلم بنته بتقول لها ان نلبس ماتشنج يعني هتلبسه زي بعضه صح? انا بقى مش هقول لك خد خمسة جنيه وسكت ولا عشرة جنيه وسكت والجاوه ده عشان خلاص انت كبرت وبيت راجل وبينا اخواته في ظهر بعض وعارف ان انت مش هتفتن عليك لا انا لسه صغير واعاوز فلوس بدل ما فتن عليك طب اجيب لك فلوس من النا دلوقتي والله العزمة معي لا انس انت عندك حسام الاندومي ولو قالت ممكن يحصل لك حاجة ولو حصل لك حاجة امك مش هسيبني لا لا والله مش اقول لي حاجة خلي بالك انت حلفت وراح حلفت كده لازم تصوم ثلاثة ايام وهتخش النار يا عمي لا اعيب عليك الو الو عمو الشيخ خليد معي ايوة مين معي يا عمو الشيخ ان اسمي البانا وعندي ست سنين وكت عازي اعرف من حضرتك هو انا لو حلفت كده اخش النار وهصوم ثلاثة ايام لا لا يا حبيبي مش هصوم ثلاثة ايام ولا حاجة انت لسه عائل صغير يعني هكدب براحتي؟ يا حبيبي قلت لك مش هصوم ثلاثة ايام عشان انت عادت غيره ولكن الكتب غيرته حرام يعني هصوم ثلاثة ايام ولا هكدب براحتي؟ يا حبيبي بقى ما تخنقنيش بقى وقلت لك ما ينفعش تصوم ثلاثة ايام ولكن برضو ما ينفعش تكدب اهم حاجة بس بقى مؤدب ومحترم كده وما تكدبش ابدا ايوة اننا معلمناش كده الحمد لله مش هصوم ثلاثة ايام هلو هلو يقول لها فالخش هتيبوسة يا بيت هتيبوسة يا بابا بطل اللي تقدر بابا ما ينفعش تبوس التاقل يا حيوان دي براطف اهم بابا انت عاوز منا خمسومت جنيه عشان خطر وراي حفل التخرج بعد كم يوم جنيه حفل التخرج بخمسومت جنيه؟ ليه جايبينه مكنسوم لا هي الحفلة بترتمائية وخمسين ومية وخمسين جنيه مصاريف الله يخرب بيتكم زي ما خربتوا جديه حبيبي والله يا بابا ربنا يخليك ليمي روح يجرأت لها الفلوس المحفظة واخد لك اللي انت عاوزه تسلم الله يا حاج تسلم الله يا حاج لا يا بابا وفي حفلة التخرج بتتعمي قبل من نتيجة تظهر صد يلا عندك حق ابنك بياخد الفلوس ينصب علي عشان يصرف على صحابه لا يا بابا ومش يصرف فلوسك على صحابه هو يصرفها على صاحبته اللي كان بيتكلمه مبارح في التليفون كمان يعني بينصب علي ويصرف فلوسي على بناته دللته سود بقى كده يلا بتسكن ابوك على اخوك الكبير علشان يضربه انا يا اماما عمل كده ايه ده بطني يا ماما توجعني اه 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 ايه ايه امالك في ايه اصلي عماد يمبارح الدنيا عندهم يكلوا غصبا عني وقال لي اتاكل ومتقولش الماما ولو قلت الماما هاضربك فقال لي ماقولك ايش اه اه يانهار اسود بقى اخوك عارف اللي انت عندك حاسية من الزفت ده ولو كانت ممكن تموت من نينا وبيدهولك ده اللي انت سود اه يا بطني اه عاوس تشرب مية؟ هتبقوا واحد بس بقى بتساوى على الولا عشان غلبان وعائل صغير؟ او ولا غلبان برضو ماشي ماشي